بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم وصلت اليوم دبولة الصبانغ مع صفة الصبانغ اشتركوا بالقناة لايك وشير الفيديو فعلوا الجرس عشان نسلكم كل جديد يلا نبدأ بعمل الصوس ملعقة كبيرة دبس الرمان نص ملعقة بلايف لحمره ناعمي نص ملعقة شماء وربع ملعقة نعناع الناشف رشي من الزعتر الأخضر ملح حسب الرغبة ملعقتين كبار زيت الزيتون تحرك جهز للبرغل ربع كوب برغل ناعم قبل ما انقع البرغل بالليمون دخسل البرغل أكثر من مرة ممكن دخسل البرغل بالمنخل لأن فتحات المنخل كثير صغيرة ما بينزل مننا البرغل فتحات المصفى ينزل مننا البرغل ممكن حط للتبولي برغل أشقر أو برغل أسمار الليمون بالتبولي حسب الرغبي ربع كوب ليمون حبك الليمون مع البرغل نغطع البرغل بنقع البرغل بينما أعمل التبولي والسلطة نغسل الصبعنغ أكثر من مرة لأن بيكون فيه طراب قصلت الصبعنغ قطعته وصفيته بالمصفى ماء كبير من الصبعنغ كميات تقديرية ممكن باقي كبيري ممكن باقي الوسط ثلاثة كوب من الصبعنغ صبعنغ مفروم ناعم نقعت بالمي وغسلته قطعته كوب بنادورة ثلاثة كوب خيار ربع كوب بقدونس معلقتين كبار بصل حط معلقتين كبار نعناع أخضر ضروري نحط زيت الزيتون للسلطة بقدر الجسم ما بينتصل مع عدن والفتمينات إذا ما كان معه زيت الزيتون نحرك الخضار ممكن منعفة كميات التبولي حط البرغل على الخضار حط الصوس على السلطة حرك التبولي الأساسي بالتبولي هو الليمون دفس الرمان اختياري مجربوها بالليمون للخضار تطلع كثير طيبي حطها على التبولي شوي من الرمان على الوجه اختياري بحب حمضة حط الصوس دفس الرمان طبق تبولة الصبانغ صار جاهز بعمل سلطة الصبانغ بالجبنة سلطة الصبانغ بالجبنة نفس المقادير ليمون زيت الزيتون بلايف لحمره نعمي سلطة الصبانغ مثل مكونات التبولي نعناع الأخضاء نعناع الناشف خيار بصار وبنزورة حط للسلطة جبن أبيض أي نوع جبن فيتا أو عكاوي أو نابلسة أو جبن شدر أو جبن المازاريلا أو الأشقوان أي نوع بتحبوه حط الجبنة جبن شرائح ثلث كوك فلافلي حمره مع خضرة زيتون أخضر وزيتون أسود ملعه كبيره ونص ربع ملعه دبس فلافلي ممكن نحط ملعه كبيره دبس فلافلي بس هاي لأنه حرة بس هاي لكي تجيبلي مع السلطة ممكن يعكلوا الأطفال ما بيعكلوا شي بيشوفوا في الألوان جزاكم الله خيرا ملعه كبيره ملعه كبيره ملعه كبيره